الرب أحبائي لما بيوعد بيوفي ده اللي احنا عاوزين نبقى متيقنين منه تماما لأنه ليس إنسان فيقرأ أو ابن آدم فيندم هو عندما يقول يفعل وعندما يعد يفعل صادق في كل ما معيده عارف المرات الأوليلة جدا 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 اللي ممكن يرجع رب فيها في كلامه وتقول لي إيدا هو بيرجع في كلامه هقول لك مرات مرات ما قال بعد ربعين يوم تنقالب المدينة اتقلبت ما اتقلبت مرات اللي بيرجع فيها في كلامه مش عن وعوده أبدا ربما مرات عن وعيده لكن عن وعوده بالبركة لا عن وعوده بالرفعة لا عن وعوده بالاتخدام لا يوعد ويوفي كبر الولد كبر الولد تحب تعرف قد ايه تحب تعرف عمره قد ايه تقول لي الكتاب ما قالش اقولك انا عارف ان الكتاب ما قالش اقولك انا عمره قد ايه امرك عجيب هتقول لنا عمره قد ايه والكتاب ما قالش خدني واحدة 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 تنبأ بدأ خدمته بعد انتقال إليه مباشرة وإليه أول حاجة آخر حاجة عملها قبل ما يفعط قال لأخذية إنك هتموت أخذية ذا الملك الشرير اللي طلب بعلي ذبوب علشان يعرف إن كان حيشفه ولا لأ فإليه قال له يعني هو مفيش إله في إسرائيل لما حضرتك يعني بالثلام طب إيه رأيك بقى أنت حتموت ملك مين يا هرام أخه أخذية ابن أخي أب مباشرة يا هرام ملك 12 سنة هي فترة شغل أليشع هنا على الأرض هتعرف من ملوك التانية ثمانية إن هذه المرأة أو ابنها اتغربوا السبعة الثنين ورجعوا في أواخر ملك يا هرام الولد كان عندها وقتها عمره 11 سنة تخثم منهم السبعة يبقى الولد كبر بقى أربعة الثنين أربعة الثنين ومعرفش حد عنده أطفال عمرهم أربعة الثنين رب يحفظهم يخليهم تن الشقاوة كلها واللذاذة والعفرة ومتلاقيش حاجة في البيت في مكانها البيت ده اللي كان هادي الولد عمل ألبان في البيت ألبان على قلب الشنامية وأبوه ضي العثل طبعا وشبط الولد فأبوه أنا أول مرة أروح الشغل مع بابا كان عمري أربعة الثنين وأول مرة يوثيم يجي الشغل معي برضو كان عمره أربعة الثنين إنه العيال في الثن ده أروح مع بابا أروح مع بابا راح مع بابا الوقت تعيب الأب كان يعني الثنه كبير لأنه رجلها قد شخ ومش فيق لذلع العيال قال للغلام أعمل إيه روحه روحه لأمه على الضهج مات صدمة عنيفة جدا 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 أنا ملاحظ أن الكتاب هو بيثريد لنا الكلام ده قال لنا في ذات يو في ذات يو مرة أليش عليها وفي ذات يو إداها الوعات وفي ذات يو ميت الولد وكأن الكتاب عايز يقول لنا هي الحياة كده يوم حلو أوي ويوم صعب أوي يوم باركة ويوم دمو يوم فرح وبتهك ويوم شدة وضيق يوم ويوم وذي ما فيها دمعيات برضو فيها تعذيات ترجمة نانسي قنقر